هذا وكد فخمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمة وجهها للشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة أكد على قوة العزيمة المصرية في الاستمرار بخطة ثابتة وجديدة نحو بناء جمهورية التقوير نعم الرئيس المصري شدد في كلمته على أن الاحتفاء بذكرى ثورة يوليو المجيدة تمثل دفعة قوية للعمل على نهضة الوطن لتحقيق طموحات أبناء مصر لحاضر ومستقبل مشرق ومستهر شعب مصر العظيم أنني على يقين من قوة عزيمتنا معا في الاستمرار بخطة ثابتة وواثقة في الطريق الذي اخترناه جميعا من أجل الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة جمهورية التنمية والبناء والتطوير وتغيير الواقع جمهورية تؤسس نسقا فكريا وابتماعيا وإنسانيا شاملا وبناء إنسان ومجتمع متطور تسده قيم إنسانية رفعة وليكن احتفالنا اليوم بذكرى ثورة يوليو المجيدة بمثابة قوة دفع متجددة للعمل والصهر على النهود بوطننا العزيز وتحقيق طموحات شعبه الكريم في حاضر ومستقبل مشرق يظلله الأمن والاستقرار وتزدهر فيه التنمية ترجمة نانسي قنقر